مؤسسة سيناء من أبرز المؤسسات الحقوقية اللي شغال في توثيق الأوضاع داخل سيناء ونال مديرها أحمد سالم يعني ما ناله من سهام واتهامات وتشويه وطعن في ذمته وعلاقته بإسرائيل وعلاقته باستخبارات حاجة بصراحة يعني قلت أدب من الإعلام المصري أمنيستي طلعت بيان نددت بداه يومن رايتس ووتش صحف غربية اتكلمت عن استهداف مدير مؤسسة سيناء تعالوا نشوف كده تغردتين من مؤسسة سيناء عن الأوضاع في سيناء في الفترة الماضية نتكلم عن ألغام المستقبل تقرير جديد ورائد لمؤسسة سيناء يوثق جرائم حرب محتملة تورطت فيها القوات الحكومية المصرية وتنظيم داعش خلال عقد من النزاع المسلح في شمال سيناء تسببت في تقويد حق جيل كامل من الطلاب في التعليم يقدم التقرير أدلة دامغة تثبت قيام السلطات المصرية بتدمير 73 مدرسة واستخدام 49 مدرسة لأغراض عسكرية من بينها 10 مدارس لا تزال تعمل كقواعد عسكرية للجيش التقرير ده كنا تكلمنا عنه في وقتها وكانوا قالوا أنه في استخدام لهذه المدارس بشكل كبير طيب أنا يعني عايز أعدي كده الموضوع ده واروح لمحمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء سيادة اللواء سيادة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بدأ يكلمنا من يومين عن مدينة رفح الجديدة اللي كانوا مكتمين عليها جدا ما بيتكلموش عنها واللي هي المفروض معمولة عشان أهالي سيناء في رفح الشيخ زوادي اللي اتحجروا يرجعوا لمدينة رفح دي لكن لا تعالوا نشوف اللواء محمد عبد الفضيل قال ايه مع أحمد موسى اليومين اللي فات أعلن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة طرح وحدات سكنية بمدينة رفح الجديدة شمال شرقي مصر الاستيعاب 75 ألف نسمة على مراحل تقع رفح الجديدة على مسافة 7 كيلو متر من خط الحدود الدولي يثير تجهيز الجيش الإسرائيلي اطلاق عملية رفح مش عارف ايه مخاوف مصرية من كده كده ده كان التقرير اللي سكاي عملها لكن اللي هو محمد عبد الفضيل طلع مع أحمد موسى وتكلم عن تفاصيل كتير جدا لها علاقة بمدينة رفح الجديدة ايه المختلف السنة دي في احتفالية عيد تحرير سيناء ليه العرجاني موجود بقوة ليه قبل عيد تحرير سيناء بتظهر لنا مدينة رفح الجديدة بالشكل اللي فيه زخم إعلامي كبير قوي كده والعرجاني كمان بيغير اسم مدينة العجراء لكمباوند اسمه مدينة السيسي أسئلة كتير جدا الحقيقة وواقع مختلف عن الواقع اللي بيعيشوا أهالي سيناء أنقلها اللي ضايفي عبر الهاتف من لندن مهند صبري الباحث المتخصص في شؤون السينوية مهند أهلا بك مهند أهلا بك طيب لحد ما الزملاء يرجعوا يتصلوا بمهند مرة أخرى المفارقة الغريبة أنه نرجع كده لتغريدة مؤسسة سيناء عن القضية العسكرية اللي بتحكم فيها بعض الأهالي السينوية المحكمة العسكرية بالاسمعلية تجدد حبس 31 من أبناء سيناء على رأسهم الشيخ صابر الصياح أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة رميلات على دمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 23 القضية دي الغريبة فيها في آخر ثلاث سطور إنها على خلفية تظاهرات اسمها حق العودة والتي طلب فيها آلاف السكان المحليين بإيه بقى؟ بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القصري يعني الجماعة اللي بيتحكموا عسكريا هم الناس اللي كانوا بيتظاهروا عشان أرضهم اللي تهجروا منها عايزين يرجعوا لها